بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية السيدات والسادة أود أن أتوجه بخارس الشكر وعظيم التقدير إلى السيد رئيس الجمهورية لتفضله بوضع هذه النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي تحت رعايته الكريمة وتشريف سيادته لها بالتواجد بيننا اليوم واسمحوا لي أيضا أن أرحب بكافة السادة المشاركين في المنتدى والذي يأتي عقده هذا العام بالمشاركة بين وزارات الخارجية والتعاون الدولي والمالية والبيئة وبالتزامن مع استعداد مصر لاستضافة الحدث الأهم والأكبر على الساحة الدولية وهو مؤتمر أطراف تغير المناخ في شرم الشيخ كدليل على الأهمية التي توليها مصر لمواجهة تغير المناخ ولدعم جهود التعامل مع أثره السلبية بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي بين كافة الأطراف سيدات والسادة يأتي اجتماعنا اليوم في ظل ظروف دقيقة يمر بها العالم وفي خضم تطورات متصارعة تدعو على عاطقنا مسؤوليات جسام لا سبيل أمامنا سوى التصدي لها إن الأزمة الجيو السياسية الدولية الحالية قد طالت أثرها شتى أرخينا العالم وولدت تحديات تتعلق بأسعار الطاقة والغزاء وارتفاع تكلفة التمويل ارتباطا بارتفاع أسعار الفائدة العالمية ويأتي تغير المناخ وتدعياته ليمثل التحدي الأعظم الذي يستوجب تضافر جهود المجتمع الدولي للتعامل معهم ولا شك إن الدول النامية تسعى للتلعب دورها في هذا الصدد وبما يتواكب مع أهدافها في تحقيق التنمية الاقتصادية والحفاظ على المكتسبات التي حققتها على مدار السنوات الماضية وعلى الجانب الآخر فمع زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للطاقة النظيفة والمتجددة وتقنيات الهيدروجين ومع تصارع وطيرة التطور لمنتجات وتخدمات ذات بصمة كربونية منخفضة فإن تحديات التي يواجهها العالم اليوم باتت تمثل أيضا فرصا للتنمية ولتحقيق نقلة نوعية في تعاملنا مع مجمل الأنشطة الاقتصادية من هذا المنطلق تأتي أهمية اجتماعنا اليوم فعلى دوق الطبيعة الوجودية للتحديات التي نواجهها نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تكثيف التعاون الدولي على كافة المستويات إن تحويل هذه التحديات إلى فرص للتنمية ولتحقيق تحول عادل نحو إنماط تنموية أكثر استدامة يستوجب مننا التوافق حول مجموعة من المبادئ والقيم الحكيمة والتي بدونها سيصعب تحقيق أهدافنا المنشودة حيث يتعين أن تأتي كافة جهود برنامج التعاون الدولي التنموي متزقة مع أولويات دولنا النامية مع احترام الملكية الوطنية لتلك السياسات والبرامج فضلاً عن أهمية مراعاة مبدأ المسئولية المشتركة متبينة الأعباء والقدرات المتفاوتة للدول سيدات والسادة تلقى من كل ما سبق وبناء على ما لمسناه على مدار الأشهر الماضية خلال مشاورتين مع كافة الأطراف الحكومية وغير الحكومية فإن الرئاسة المصرية للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ستتبنى مقربة واضحة تهدف إلى معالجة الفجوات وأوجه القصور الراهنة في المنظومة العالمية للتعامل مع تغير المناخ وتسعى إلى تعزيز الثقة بين كافة الأطراف بما يسمح بالمضي قدماً نحو تنفيذ اتفاق باريس وتحقيق أهدافه إننا نأمل من خلال هذه المقربة أن يكون مؤتمر شرم الشيخ نقطة تحول على صعيد تنفيذ الالتزامات والتعهدات بواتيرة متسارعة تسمح بالحدوث اختراق حقيقي سواء فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات طموحة لخفض الانبعاثات أو فيما يتعلق بههود التكيف مع الأثار السلبية لتغير المناخ وخاصة في القارة الأفريقية مع البناء على ما تحقق منذ مؤتمر باريس وصولاً إلى مؤتمر جلاسجو العام الماضي لا سيام حول تمويل التكيف والانتقال العادل إلى الطاقة الجديدة واسمحوا لي في هذا الإطار أن أشارككم سريعاً بعد ما لمسته لمسته الرئاسة المصرية للمؤتمر في اتصالتها ومشاورتها مع كافة الأطراف خلال الأشهر الماضية أولاً أثرت التطورات الدولية والتحديات الجيوسياسية الراهنة ومؤخراً على مواقف الدول الفاعلة وقدرتها على سياغ التوافق يسهم في دفع جهود التعامل مع أثار تغير المناخ وهو نأمل ونسع جاهدين إلى تجنبه في شرم الشيخ ثانياً بات واضحاً أن هناك حاجة ماسة للتوصل إلى توافق شامل حول أسلوب وعناصر الانتقال لنموذج للاقتصاد منخفض الانبعاثات والمتوافق مع جهود مواجهة تغير المناخ وفقاً لاتفاق باريس ثالثاً محورية تحقيق مبدأ العدالة المناخية والالتزام بالانتقال العادل والمنصف رابعاً الحاجة الملحة للتعامل بشكل جاد مع قضية الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ مع العمل على إيجاد آلية مناسبة لتوفير الدعم المالي والفني وبناء القدرات سيدات والسادة يعد التنفيذ على أرض الواقع الاختبار الحقيقي لالتزامنا نحو العمل السريع والفعال لمواجهة تغير المناخ لذا فإننا كرئاسة للمؤتمر سنسعى في شرم الشيخ لعرض تجارب التنفيذ الناجحة لتكرارها ومناقشة التحديات المختلفة للتوصل إلى حلول للتغلب عليها كما سنعمل على تأكيد محورية دور القطاع الخاص في دعم التحول الأخضر ودور المؤسسات وبنوخ التمويل الدولية في توفير التمويل اللازم وكذلك دور المجتمع المدني كمحفز وداعم للسياسات الخاصة ومواجهة تغير المناخ ننيل على ثقة أن هذه الدورة الثانية لمنتدى مصر للتعاون الدولي سوف تكون محطة هامة على صعيد الإعداد للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في شرم الشيخ ومن ثم فإننا نعول كثيرا على النقاشات الثرية والمدولات القيمة التي ستدور خلال جلسات المنتدى ونتطلع إلى خروجه بنتائج قوية كما أتطلع إلى نتائج الاجتماع المشترك لوزاء البيئة والتمويل الأفارقة الذي سيعقد خلال المنتدى لما يمثله من أهمية على صعيد الاستعدادات لقرتنا للمؤتمر شام الشيخ القادم شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا